احنا معنا ضيف النهاردة في الساديسة يعني صاحب مشوار عريض جدا وطويل جدا في نفس الوقت الحقيقة الراجل ده لفه لعب تقريبا في أغلب دوريات الكبيرة في أوروبا يعني في إيطاليا لعب لليوفي في إنجلترا لعب للأرسنل وليفر بول في أسبانيا لعب لإسبانيول في ألمانيا لعب لأوكسبورغ يعني كان فضلوا حاجة في الدوري الفرنسي ويبقى لعب في الخمس دوريات الكبرى وكلها الحقيقة زي ما نشوفين فرق كبيرة جدا خلينا نتكلم أكتر معي عن مشواره وعن حراسة المرمى وعن احتراف أنا الحقيقة مشغول جدا بفكرة وخصوصا بعد العروض الرائعة لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا عن أعلم تسفهم كبيرة جدا على مر كل الأجيال ليه عندنا عدد قليل من اللعبين المحترفين ومش كلهم كمان بيلعبوا فقندية كبيرة يعني نادرا ما بتلاقي مثلا ممكن تقول صلاح في ليفر بول إنني في أرسنل زيدان كان في بروسيا دورتموند لكن غير كده عمرنا ما شوفنا هل لعب مصري مثلا في برشتونا ولا في ريال مدريد ولا في باي ميونيخ وما إلى آخر خلينا ناخد يعني الخلاصة كلها من أليكس مانينجر حارس مرمى طبعا عدد قيم فرق أبرزه ومعشره من اليوفي والأرسنل وليفر بول ضيفنا في السادسة بداية طبعا نرحب بيك ونشكرك على وجودك معنا على شاشة الأهلي مساء الخير على الجميع مساء الخير لك خليني بداية أسألك أنت كنت صاحب مشوار طويل ولعبت العدد كبير من الأندية الكبيرة على مستوى أوروبا في الدور الإنجليزي في الدور الإيطالي أهم مرحلة في مشوارك وأهم نادي حقات مع بطولات أو إنجازات أنت تتحدث عن مسيرة كبيرة في معظم دوريات الأوروبية ولكن أعظم مسيرة كانت لي كانت في إيطاليا وكانت في اليوفي لأن إيطاليا بلد جميلة تستطيع أن تخرج المواهب الكثيرة اللغة الإيطالية كانت لغة سالة الأجواء في إيطاليا ساعدتني كثيرة جدا طيب لو ابتديت أتكلم معك على المركاتو الشتوي من وجهة نظرك أهم الصفقات والانتدابات والأسماء اللي شفتها وتبعتها خلال موسم الانتقالات الشتوية بالنسبة لي بالنسبة أكوة صفقة في المركاتو كان في إنجلترا بالرغم أن هناك العديد من الفرق التي تكون في منتصف الجدول لكنها كانت أبرامت صفقات كبيرة جدا وكان مركاتو كبير أيضا في إيطاليا لكن في إنجلترا كانت أكوة من وجهة نظرك وبعيدا طبعا عن الظروف الحالية اللي بنعيشها بسبب فيروس كورونا إيه المعايير أو الأسباب اللي تخلي وبما أنك أنت صاحب تجربة احترافي متعددة وكبيرة جدا إيه الحاجات اللي تقدر تساعد اللعب على أنه يحترف في الأندية الكبيرة في أوروبا بالطبع خلال مسيرتي كنت بالعديد في اللعب من جميع عندية أوروبا لكن هناك أشياء مهمة يجب أن يتبعها اللعب أن يتعود على الأجواء كما تعود محمد صلاح على الأجواء في إنجلترا أن يتعود على الأجواء وأن يتعلم اللغة لغة البلاد لأن اللغة تساعدك كثيرا في التأقلم مع الجماهير أيضا ومع مجلس الإدارات المختلفة إذن اللغة الأجواء وأن يعلم ثقافة المكان التي يتواجد فيها اللعب لأنك تساعده أيضا لأن عندما يشعر بك الجماهير أنك تتعلم لغتهم وتتحدث مستوىهم يكون السهل لك أتكلم معك شوية عن الأرسنال وعلى اليوفي اللي يبدو أن هم بيعانوا في الموسمين الآخرين يمكن معاناة الأرسنال استمرت لفترة أطول شوية من وجهة نظرك أسباب تراجع مستوى اليوفي والأرسنال وتقييمك للمديرين الفانيين سواء أرتيتا في إنجلترا ومع الأرسنال في لندن ومع يوفي مسيميليانو ألغري في تورينو قبل أي شيء بالنسبة لي اليوفي هذا العام يمر بمستوى متزبزب وسيء جدا ليس كما الآن بالنسبة لحكمة مسيميليانو ألغري كانت حجبة عظيمة عندما استلم الأمور لأول مرة لكن عندما عاد الليجري بدأ يفتعل المشاكل مع بعض اللاعبين والأجواء بينه وبين مجلس الإدارة بعد النتائج المتزبزبة خاصة في الدوري أثرت على مستوى الفريق لكن اليوفي عاد في المركات الشتوي وقام بعمل مركاته عظيم جدا كان يعيد اليوفي للمنافسة على الدوري وعندما قام اليوفي بعمل هذه الصفاقات الآن حدثت حالة رعب بين فرقة المقدمة في إيطاليا لأن اليوفي أبرم صفاقات عظيمة قد تساعده على الزفر باللقب لسكوديتو رغم أنه بعيدة إذا ما تحدثنا عن نغة الأركام وبينها وبين الإنتر لكن قد يعاني مسيميليانو ألغري في الدوري لكن قد يعود لكد يكون من المقدمة بالنسبة للأرسنال العام القادم أرسنال دائما قوي بالنسبة على مستوى الشباب وعلى مستوى البراعم وعلى مستوى النجوم لكن الأرسنال دائما ليس مرشح لك يفوز بلقب البريمير ليج دعنا نتحدث بصراحة أتمنى أن الأرسنال في يوم من الأيام يفوز بالدوري لكن الدوري الإنجليزي دوري صعب ويجب على الأرسنال ومايكي الأرسنال أن يقوم بعمل كثير ونصيحاتي لمجلس إدارة الأرسنال أن يقوم بعمل العديد من السمكات لأن في الوقت الذي يبحث فيه جمهير الأرسنال على فوز ببطولة يقومون ببيع النجوم أرسنال هو الشخص المناسب في المكان المناسب بين وجهة نظرك أم أرسنال يحتاج لتغيير مدير الفني بالنسبة لي مايكل أرتيتا عندما استلم الفريق كان يعاني وكما تذكر أنت مايكل أرتيتا يجب أن يفوز ويجب أن يقدم أوراك اعتماده بالنسبة لي الأرسنال يحتاج إلى مدرب قد يكون أفضل من مايكل أرتيتا لكي يعود إلى الفريق ويتأهل على الأقل إلى مركز مؤهل لدورة أبطال أوروبا لكن مايكل أرتيتا كان غير محزوز في عامه الأول مع مايكل أرتيتا أعتقد أن أيامه باتت معدودة إذا لم يتأهل لدورة أبطال أوروبا لو كلمتك بقى عن ليفر بول نسخة يورجين كلوب الحقيقة اللي قدمت مستوى أكتر من رائع والسعادة تمكن كتير من أمجاد ليفر بول واحد من أكبر الأندية وعظم الأندية على مستوى العالم رأيك في اللي بيقدمه ليفر بول وفرصه في الحصول على لقب البريمير ليج والشامبيونز ليج السنة ليفر بول فريق عظيم في آخر ثلاث أربع خمس سنوات ليفر بول يقدم أداء عظيم وكما قلت بالنسبة لي هذا العام ليفر بول قد يبتعد عن الدور الإنجليزي شيئا ما وإذا كان ليفر بول يريد الفوز بالبريمير ليج يجب أن يبرم العديد من السمكات المركاتو أغليك لكن بالنسبة لي قد يكون بعيد لأن السيتي أقرب من ليفر بول لدور الأبطال لكن الأمور مختلفة خلال ثلاث أربع مباريات قادمة قد تكون في الفاينال لكن أعتقد أن ليفر بول قد يصل إلى المربع الزهبي في دور الأبطال أوروبا وأكرر إنجاز فعلوه عندما فازوا بدور الأبطال أوروبا منذ سنوات لكن القصة لم تنتهي بالنسبة للشامبيزون لو جمع النهائي نهائي دوري الأبطال بين يوفينتس وليفر بول تتمنى مين يكسب ويحقق اللقب أنت بصعب الأمور علي لكن أختار ليفر بول إذا ما قابل يوفي في النهائي قلبي سيكون مع ليفر بول بمناسبة ليفر بول خليني أكلمت شوية عن نجمينة المصري محمد صلاح اللي بيتقلق بالمناسبة مع منتخب مصر حاليا في بطولة أمم إفريقيا مش عارف بتاع البطولة لا لا ووصل بالفعل للدور قبل النهائي ومقدم مستويات أكتر من رائعة كان عندنا اتنين من أهم الجواز على مستوى العالم جائزة دابست ودي جائزة بيقدمها الفيفا تنافس فيها محمد صلاح ولكن اللقب راح لليفاندوفسكي والبالوندور اللي بتقدمها الفرانس فوتبول ودي راح فيها اللقب ليو ميسي هل بتتفق مع الجائزتين دول ومن وجهة نظرك إمتى ممكن يكون محمد صلاح هو الأفضل رسميا على مستوى العالم صلاح لاعب كبير وللأسف لم أقابل محمد صلاح في مسيرتك لاعب لأنه لاعب عظيم ويقدم أداء رائع وساعد لليفربول ويجب على الشعب المصري أن يشكر لليفربول لأنه من أظهر صلاح وخرجه للعالم العظيم لكن بالنسبة لي صلاح يقوم بعمل جيد وأكد كلامك أن صلاح أتمنى أن يفوز بأفضل لاعب في العالم لكن محمد صلاح يجب أن يفوز بالبريمير ليج ويجب أن يفوز بالشيء مع المنتخب المصري لأن الجوائز لديها معايير خاصة إذا ما جمع صلاح بين دور الأبطال والبريمير ليج وفازه مع منتخب مصري ببطولة سيصبح الأفضل في العالم وهذا شرط لو سيبنا ملف اللاعبين وروحنا للملف حراس المرمى وأطلب منك تختار أفضل ثلاث حراس من وجهة نظرك حاليا يعني بيلعابه حاليا كأفضل حراس مرمى على مستوى العالم بالنسبة لي جلوي جيبوفون الأفضل في العالم بالنسبة لي نظرا لما قدمه جلوي جيبوفون في مسيرته 44 عام من التاريخ والمق دا الذي صنعه جلوي جيبوفون بالنسبة لي كان مسألة أعلى وهو الأفضل في العالم بالنسبة لي لازران لما قدامه في تاريخ كدور حارس مرمى بوفون يحتاج العديد من الأيام والسنوات التي يتحدث عن جلويج بوفون البويل السيكون وبالنسبة لي المركز الثاني هناك العديد من الشبان الرائعون المركز الثاني كديزة بالحارس تشلسي ميندي وحارس أتليتو كمدريد وحارس مانشستر ديخية هؤلاء هم الأفضل أربع حراس مرمى في العالم إذا ما نخدهم بالترتيب جلويج بوفون منوين نوير هم الأفضل ثم حارس تشلسي ودخية حارس مانشستر خليني هطلب منك تواجه رسالة يوم السبت اللي جاي النادي الأهلي المصري بيمثل مصر وبيمثل قرية أفريقيا في بطولة مهمة جدا هي بطولة كاس العالم الأندية وفي ظل ظروف صعبة كتير بيواجهها النادي الأهلي منها غيابات منها إصابات إيه الرسالة لتوجهها لنجمنا قبل بداية البطولة بالطبع لدي معلومات عظيمة عن النادي الأهلي كأن الأهلي الثاني أكثر لديها حصولها على بطولات وقرية بعد ريال مدريد الأهلي ينقصوا فقط الأفضل في العالم البطولة التي يستهل مشورها على السبت المقبل الأهلي فازة بالعديد من البطولات ينقصوا فقط أن يفوز بكأس العالم أليكس مانينجر طبعا حارس النمساوي الدولي وحارس مارما ليفر بول وأرسنل ويوفي الصدق بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة وعلى ظهورك معنا على الشاشة النادي الأهلي وكلامنا بقى عن مشوارنا في كاس العالم وكلامنا عن دربي أفريقيا المباراة الصعبة اللي بينتظرها عشاء الكرة في مصر في كل مكان بكرا إن شاء الله مصر والكاميرون هيتواصل مع حضرتكم في السادسة بس تسمحوا لنروح لفاصل سريع ونرجع لحضرتكم على طول دي قصة وحكاية ورواية مونتري المكسيكي فريق مش غريب علينا لأننا قبلناه قبل كده مرتين ومش غريب علينا كمان لأنه اللي بيدربه أو الموديل الفني هو خافير أجاري وهو الموديل الفني السابق للمنتخب الوطني ما تخدكم شاوي القيمة التسويقية لأنه بطولة أمم أفريقيا أثبتت أن الكرة ما لهاش علاقة لا بالأرقام ولا بالقيمة التسويقية ولا بأسماء اللاعبين ولا بالأندية اللي بيلعبوا فيها الكرة ليها علاقة بتسعين دقيقة في منتهى وأعلى درجات التركيز أقصى درجات المجهود التزام الكبير جدا وإن شاء الله بإذن الله قادرين بإذن الله نتخطى عقبة مونتري والأهم طبعا والأقرب لنا بما أنه النهاردة يوم العالمي في السادسة فما فيش أكتر من علامية منتخب مصر في بطولة أفريقيا الكلام ده ما كانش ممكن يتقال في دور المجموعات طبعا لكن يتقال بقلبي جامد جدا بعد ما أظهر منتخب مصر شخصية قوية جدا واستعاد شخصية البطل وروح البطولة في لقاء أي كوديفور أولا والمغرب ثانيا وبإذن الله تكون كمان الكاميرون هي تالت ضحايا منتخب مصر في كان عشرين وواحد وعشرين خلونا نتكلم أكتر عن مباراة مصر والكاميرون في البداية مع ديفنا الأعزاء اللي منعتز بوجودهم معنا طبعا فاروق عصام المحلل الكرة العالمية أهلا بيك يا فاروق نور الدنيا وندر شبانة طبعا ضيفنا العزيز بسأخير نادر بقى أن كتير ما تقابلناش بس منتقابل الله يسلمك بس منتقابل في فرصة في فرصتين ولا أروح بصراحة سواء منتخب مصر مع الكاميرون في قبل نهاية أفريقيا أو الأهلي طبعا في بداية مشواره في بطولة كاس عالم الأندية طبعا إحنا كنا هنا آخر مرة كنا بنتكلم على دور المجموعات وأداء المنتخب في دور المجموعات يمكن كان حاجة تحزم أه طبعا بس يعني حصل بقى اللي إحنا كنا مستنينه من المنتخب وتغير الأداء تماما بداية من مرحلة السعود صحيح مقابلة كوديفور مقابلة المغرب أثبتنا أن إحنا فعلا ليمتلك شخصية كبيرة في بطولة الأمم يمكن قلنا أن المنتخب هو اللي حط نفسه في المصغار الصعب اللي موجود أنه يقابل كوديفور وبعد كده المغرب ولازم اللعيبة هي تتحمل مسئولية الإخفاق أنهما يتاهلوا في صدارة المجموعة وبالفعل اللعيبة كانوا رجالة وقدروا يتحملوا المسئولية أخذ بالك أنه نيجيريا اللي كانت في صدارة المجموعة خرجت على إيد تونس اللي دخلت الستاشر كواحدة من أفضل التوالد طبعا ده يثبت أنه هو دور المجموعات برضو مش مقياس كبير خصوصا بعد تآهل التوالد يعني أنت دلوقتي شبه المجموعة كلها ممكن خلاص تتآهل المنتخبات الكبيرة فيها فهو مش مقياس كبير والمنتخب بعد يمكن مباراة نيجيريا كانت إنذار للعيبة كلها وكويس أنها جات في البداية لأن بعد كده الأداء بدأ تصعوديا يتحول للأفضل وشوفنا ضد المنتخب المغربي لو المنتخب كامل ضد الكاميرون بنفس الأداء الزهر به قدام المنتخب المغرب أعتقد هيكون لي الأفضلية في التآهل على حساب المنتخب الكاميرون حسابات الماطش بتاع بكرة تختلف عن كل المواجهات السابقة بصرف النظر عن قوة منتخب الكاميرون يعني فاروق يقولي أنه منتخب المصري بدأ البطولة من الأسوأ للأحسن فالأحسن فالأحسن ووصلنا للتوب فور معتقد في مباراة المغرب هل تتوقع أنه يستمر المنتخب المصري في حالة التصاعد في مستوى الأداء دي؟ طبعا أتمنى إن شاء الله بإذن الله وهأخذ من كلام فاروق كمان يا أحمد في أن دايما الأداء التصاعد في البطولات المجمعة بتبقى سمة الأبطال يعني لو جئنا شوفنا كاس العالم 2010 ومنتخب أسباني خسر في الماتش الافتتاحي قدام سويس 1-0 وكان بطل العالم في النهاية منتخب فرنسا قدم مستوى سائق جدا في دور المجموعات في 2018 وكان بطل العالم في النهاية الأمثلة كتير لده منتخب مصر حتى في بطولة أفريقيا 2008 إحنا لما تعدلنا مع زنبيا وقلنا المنتخب هيبدأ الرتم بتاعه يقل لكن لما وصلنا دور التمانية بدأ المنتخب يظهر بالقوة بتاعته فإحنا وخدنا على ده بشكل عام بجانب أن مباراة منتخب الكاميرون موضوعا لها حسابات خاصة أو لا هي برا الملعب لها حسابات خاصة فكلنا عارفين اللي بيدور حول المنتخب الكاميروني في المرشاة السابقة له في البطولة من بدايتها والحد وقتنا هذا ولكن الناصق التساعدي اللي ماشي عليه منتخب مصر يبشر بالخير إن شاء الله قدام الكاميرون ولو ظهرنا بنفس الشخصية إن شاء الله هنقدم مبارجة ييدا هنخرج بنتيجة إيجابية هنتأهل للفاينال بس الفكرة كلها إن منتخب الكاميرون وصوله للسيمي فاينال مواجهش المنفسين اللي واجهوا منتخب مصر يعني إنت لما واجهت منافسين تلعبت نيجيريا في دور المجموعات لعبت كوديفور في دور الستاشر لعبت المغري في دور الثمانين فعلى مدار البطولة إنت واجهت منافسين أقوى بكتير جدا من اللي واجهها منتخب الكاميرون اللي هو أصلا واجه منتخب ده في ناس ممكن تشوفوا من ناحية سلاحزوا حدين ممكن ناس تقولك أنت بالذات آخر مطشين كمان إنت لعب اتنين تقال قوي قوي ولعب مطشين كل مطش مئة عشرين دية مش صعبانين مش مرهقين مش مصابين فاهم أصلي فبالتالي ممكن ده يكون في صلاحهم والنهاية تقولك لأ أنت احتكت كويس قوي وعملت يعني تفرع على مستوى الأداء ومستوى الثقة بالنفس أنه المكاسب لما بتكسب منتخب كبير أنا بتقولي أنه ده دفع معنوية كبيرة جدا لكل اللعيبة بتعلي الثقة بالنفس بتعلي الثقة في إمكانياتك فبالتالي أنت راح تلعب الكاميرون مش هتكون بتلعبها زي ما لو كنت مثلا واصل الدور قبل النهائي وانت بعدي منتخبات صغيرة أو بتضلين يعني زي ما بيقول طبعا هو الكاميرون يمكن هي مشوارها في البطولة كان من أسهل الطرق اللي كانت موجودة للمنتخبات شفنا المنتخبات حتى اللي كانت في طريقها كانت منتخبات يعني في المتناول آه كانت اللقاءات صعبة بالنسبة للمنتخب الكاميروني لكن هنقدر نقول أنه فعلا سلاحظوا حدين لأنه ما قابلش منتخب كبير ما كانش ما ظهرش بالتوب فورم اللي هو المنتخب اللي يقدر يتعب لعبة الكاميرون يقدر يخرج منهم أفضل ما عندهم عكس المنتخب الوطني اللي هو قدر يقابل منتخب كودي فور اللي كان في رأيي شخصي كان أفضل منتخب في دور المجموعات وبعد كده وكان مرش على تحقيق اللقب طبعا هو منتخب نجيري يعني كان أفضل منتخبين في دور المجموعات خرجوا من دور ثمن النهائي بعد كده المنتخب المغربي كان احتكاك قوي جدا هو بس عامل الإرهاق هو اللي ما شايف أفضل إحنا لكن غير كده كفورم المنتخب المصري طبعا هو الفورم الأعلى من المنتخب الكاميرون ناس ككتير قوي عاملة حساب الغيابات يعني شايفة إنه الشناوي أبو جبل منقفه لسه مش واضح لغاية دلوقتي أكرم طبعا غاب من بداية البطولة أحمد حجازي يودع البطولة فناس كتير جدا شايفة إنه الحمد لله حمدي فتحي أعتقد أنه من نسبة كبيرة جدا جاهز ويشارك بكرة يعني الحمد لله برضو نقطة مضيئة في عدد كبير ويسط عدد كبير بالنقاط المظلمة لكن الناس كتير قوي عاملة حساب الغيابات شايفها إزاي نادر وهل ممكن تكون مؤسرة بكرة؟ هي طبعا إحنا كنا شايفين في ماتش كودي فور في الغيابات اللي كانت موجودة كنا شايفين هي تكون مؤسرة بس اللعيبة كانت رجالة وقدروا إنهم يتغلبوا على ده بجانب الإصابات اللي حصلت في الماتش اللي كانت تتخيل أنك بتفقد حرس المرمى ولعب الوسط اللي كانوا من أفضل اتنين في الملعب في خلال قبل التسعين ديابة تخلص وتداخل وقت إضافي طيب اسمحوا لي هارجع كمل كلام على وماتش منتخب مصر وعندي كتير من الأسئلة هترحى عليكم ونكمل كلامنا بس تسمحوا لنا هنروح لفاصل الأخير ونرجع مرة تانية في السادسة مع حضراتكم مع ضيوفنا طبعا نكمل كلامنا على مصر والكاميرا طيب خلينا قبل ما ندخل ونستكمل كلامنا مع ضيوفنا في السادسة يعني في ملف مصر والكاميرا من بكرة وعندنا حاجات كتير وضيوفنا الحقيقة عندهم حاجات كتيرة جدا منها ما يتعلق بجوال ملعب ومنها ما ليه علاقة بمرة الملعب سواء كان كلام على بكاري جسامة أو سامويل اتو خلينا نرى في آخر تطورات مستجدد بس نروح الأول لأبو ظبي وزامنا العزيز من هناك أمير هشام موجود عشان يلقل لنا أخبار السعادة النادي الأهلي في تاني أيام تدريب وطبعا استعدادا لمواجهة مونتري المكسيكي يوم السبت اللي جاي أمير مساء الخير عليك مساء الخير عليك يا أحمد تحياتي لك وتحياتي لديوفك وتحياتي لكل منشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بداية نعرف منك أخبار البعثة تطمننا تاني أيام التدريب الحالة المعنوية للعيبة في ظل طبعا الظروف الصعبة اللي بيخود الأهلي فيها بطولة كاس العالم الأندية نقل لنا كواليس المعسكر في أبو ظبي طيب خليني يا أحمد أقول لك أن الأمور ماشية بشكل جيد جدا وطبيعي جدا 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 وبالتحديد بأكد على الجزئية دي خصوصا أن الأحاديث كتير على ظروف النادي الأهلي ما قبل هذا المنديال وسواء فيما يتعلق من دمام الدوليين لمنتخب مصر وكل التوفيق لهم يا رب في مقرات الغد أمام الكاميرون فيما يتعلق ببعض الإصابات اللي عندي بالمناسبة يعني بعض الأخبار المبشرة بخصوص الإصابات حقول لها لك كمان لحظات يعني الأمور كلها يعني ممكن تكون الظروف ما عند النادي الأهلي لكن في نفس الوقت اللعيبة مش بشغلها إطلاقا إطلاقا أو مش في ذهنها خالص حتة الظروف والعقبات اللي بتواجههم كلهم مركزين جدا كلهم عندهم مباراة مهمة هم دالة في دماغهم إحنا عندهم مباراة مهمة عايزين نكسبها عايزين نعدي العقبة دي فريق منتري بقى ظروفه وعنده لعيبة هتنضمه مش هتنضمه حيلعبه مش هلعبه دم ما بيشغلش خالص اللعيبة نفسه ممكن يكون في تفكيره أزان الجهاز الفني بشكل طبيعي وطلقائي فيما يتعلق بدراسة الفريق المكسيكي وزايع أنقبله الاستراتيجية اللي حيلعب بيها النادي الأهلي في هذه المباراة لكن أنا من ساعة ما جيت اللي عجبني جدا أن الناس مركزة اللعبية مركزة جدا محدش بيتكلم في الظروف والإصابات والكلام ده يعني بمناسبة الإصابات وأخبار مباشرة جدا وأنا لسه هقول لك برضو بعض الأخبار المهمة الخاصة بالمران اللي في هذه اللحظات في بعض الجوانب وأنا بكلمك يا أحمد جوانب تيكتكية هواقا مستر بيتسو مسماني مش حاضر بسبب إجابية مسحته بالمناسبة المحاضرة اللي كانت قابل المران مباشرة النهاردة كان فيه فيديو كونفرنس مستر بيتسو مسماني من قطو كان متواصل مع اللاعبين في قاعة المحاضرات وبيقول لهم تعليماته التاكتكس دلوقتي بتتنفذ مواضح أن فيه استقرار بشكل أو بآخر على التشكيل اللي هلعب به مستر بيتسو مسماني وجازل فين المبراط منتر يوم السبت بإذن الله تعالي لكن الإصابات أو بمرجوعنا للإصابات محمد محمود بيشارك لليوم التاني على التوالي بشكل طبيعي جدا في التدريبات ربما قبل نهاية المران يتم سحبه من التدريبات من الملعب علشان ما يكونش فيه حمل زائد عليه خصوص أنه لسه راجع من إصابة في العضلة الخلفية لكن الأمور مبشرة جدا بيشارك بشكل طبيعي الأمور جيدة ده بالنسبة لمحمد محمود الخبر اللي مهم جدا برضه هو خاص بحسام حسن المهاجم الوحيد تقريبا الموجود مع بعثة النادي الأهلي واللي عنده إصابة في السمانة حسام حسن النهاردة أو لحد أول إمبارح كان نسبة لحقه بالمباراة 0% إمبارح نسبة لحقه بالمباراة زادت بقت 10% النهاردة من خلال بعض التدريبات والاختبارات الطبية اللي عملها حسام حسن النسبة زادت لـ 30% قد تتعدى النسب دي أو قد تتزايد ويكون فيه فرص كبيرة بخصوص لحقه بالمباراة وهو المهاجم الوحيد تقريبا الموجود مع النادي الأهلي في القايمة هنا في أبو ظبي أخبار مبشرة لكن في كل الأحوال مين حيلعب مين مش حيلعب ده أمر مش بيشغل باللعيبة نفسها الكل جاهز ومركز جدا إنه هو بإذن الله يعمل مباراة كبيرة ويلبي طموحات جمهور النادي الأهلي حتى لو الظروف صعبة جمهور النادي الأهلي بالمناسبة متفاهم وعنده قدر كبير جدا من الوعي بالظروف اللي بتحصل والمحيطة بالفريق والظلم اللي تعرض لي النادي الأهلي في هذه البطولة بالتحديد لكن في نفس الوقت عندنا يعني سوقة كبيرة جدا فيهم وفي جهاز الفاني إن شاء الله بإذن الله يعملوا حاجات كويسة في هذه البطولة طبعا أنت طمنتنا على حسام وحتى وإن كانت نسبة لحاقه بالمباراة الأولى ممكن تبقى صعبة شوية لكن ممكن إن شاء الله بإذن الله المباراة تانية اللي نتمنىها إن شاء الله قبل نهاية إن شاء الله ممكن يكون موجود معنا بنسبة كبيرة والسؤال هنا أنا عارف إنه ممكن التقسيمة ما بدأتش لكن يعني من خلال إحساسك كده ورؤيتك ومتابعتك للبعثة مين الأقرب إنه يشغل المكان ده في الوقت الحالي يعني مين ممكن يتم توظيفه في مكان أو بوزيشن راس الحربة في ماتش مونتري لو ما كانش حسام حاسم يعني لو مثلا المدخلة دي معاك اتأخرت مثلا حوالي 15 دقيقة كنت حقدر أقول لك لكن حتى دلوقتي لسا الأمور مش واضحة لأنه زي ما أنت قلت التقسيمة ما بدأتش لكن أكيد في كذا سيناريو ويعني كذا تفكير عند مستر المسماني في بعض العماصر ممكن تشغل مركز حسام حسن في المباراة طيب خلينا أسألك على ديانج وعلي معلول مرة بكرة كمان أسألك على ديانج وعلي معلول لأنه الاثنين إحنا ما شفناهمش بقالنا فترة سواء ديانج مع مالي أو مع تولس ديانج وعلي معلول مندمجين بشكل طبيعي جدا جدا في تدريبات النادي الأهلي ويقدوا بشكل مميز جاهزين طبيا وبدنيا نوع فنيا بشكل كبير قوي 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 وأكيد عودتهم يعني حتكون إضافة كبيرة لتشكيلة النادي الأهلي في مباراة منتري وهم مؤكد بإذن الله أحد أحد ربنا يحميهم يا رب من الإصوات حيكونوا في التشكيل الأساسي فبالتالي ده أمر مهم بالمناسبة برضو بدر بانون النهاردة وصل وحضر التدريبات وجي هنا أبو ظبي عشان يأذر الفريق في كاس العلم للأندية وكان حريص أشد الحرص رغم أنه طبعا بعيد بسبب مضعفات كورونا لسه قدامه يعني حوالي شهر أو حاجة فبالتالي كان برضو لفتة مميزة جدا من بدر بانون بالمناسبة برضو والمركز اللي الناس ممكن تكون بتتكلم عليه شوية هو مركز حراسة المرمى علي لطفي بيطألق في التدريبات وأنا عايز أطمن جمهير النادي الأهلي التدريبات ماشي بشكل كويس جدا بالنسبة لعلي لطفي مركز بشكل كبير وهو حارس دولي بالمناسبة حارس منتخبات وحارس مميز إن شاء الله رب يكون موفق في كاس العالم للأندية أنا حبيت بس أعايش الجمهور وكل محب النادي الأهلي في الأجواء والكواليس بالتحديد فيما يتعلق بعض المراكز وبعض التساؤلات اللي بيسألوا فيها فقلت برضو أطمنك على علي لطفي لأن علي لطفي عنصر بإذن الله يكون إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي في مباراة منتري بإذن الله طيب أمير أسألك سؤال كمان أخير عن شباب الأهلي اللي من شهر ما كانش متوقع إنه ممكن يكون ليه دور في بطولة زي دي إزاي موجودين إزاي بيتعاملوا مع مرحلة الاستعداد للبطولة لنحية المعنوية أكتر من نحية البدنية والفنية شباب النادي الأهلي عندهم حماس كبير جدا واضح عليهم هنا في المعسكر في أبوظبي قبل المباريات بتاعت كاس العالم المشاركة في كاس العالم بالنسبة لهم كيت حلم فجأة لقوا الحلم ده بيتحقق بأن هم موجودين مع الأهلي وفي قائمة الأهلي في كاس العالم للأندية هي فرصة كبيرة جدا ليهم رغم صعوبة هذه الفرصة لكن هم عندهم ثقة كبيرة اكتسبوها من بطولة كاس الربط وقدوا بشكل ممتاز يعني شفنا شادة الجميع سواء نقاط جماعير جهاز الفني للنادي الأهلي كل المتابعين ليهم في الحقيقة فده ده هم دفعوا سوكة كبيرة جدا قبل المشاركة في كاس العالم للأندية اللي لفت نظري اللي لمسته أنه هم عندهم حماس كبير جدا أن هم يحاولوا يدفع عن تيشرت النادي الأهلي في البطولة وأن هم يقدوا بالشكل اللي يردي جمهير النادي الأهلي بالشكل أو بآخر فدي حاجة إجابية جدا بالمناسبة برضو المجموعة الأخرى أو اللعبة الكبيرة دي تاني مشاركة من نسبة لهم فأصبح كمان عندهم خبرات كبيرة ما بالك يا أحمد أن هم كمان في المشاركة الأولى خدوا المركز التالت الميدالية البرونزية كمجموعة جيل حالي في النادي الأهلي لكن توليف كويسة بإذن الله تعالى إن شاء الله يقدروا أن هم يساعدون من خلال مشاركة جيدة وأحلام كبيرة من نتطلع عليها رغم الظروف لكن لا يوجد حال عن ربنا في الملعب كل واحد يقدر يعمل اللي عليه واللي يقدر يبزله في الملعب عشان إن شاء الله نوصل لأبعد مدى في هذه البطولة الحمد لله على سلامتك أمير وهن تابع معاك طبعا لحظة بلحظة ويوم بيوم آخر أخبار السعدادات النادي الأهلي لمواجهة السبت القادم بإذن الله صعبة ولكنها ليست مستحيلة زميل عزيز أمير هشام بشكرك شكرا جزيلا وبرجع لدوفي بعتذر يمكن طولت مع أمير لكن أول مدخلة لنا من أبوظبي فكان مهم جدا نتعرف وننقل الناس صورة التفاصيل المرتبطة بمعسكر النادي الأهلي والسعداد للمطش المونتري أرجع مرة تانية معلش قبل ما أروح وعايز أروح بالتأكيد معكم للمونتري والأهلي بس خليني أقفل مصر والكاميرون كان لنا كلام يمكن في الفاصل على حاجتين ممكن يكون عامل مؤثرة جدا في مواجهة بكرة برى الملعب بكاري جسامة حكم المباراة وسامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني اللي يبدو الحقيقة أنه بيشتغل طبعا مصلحة بلده لكن في أوقات بتحس أنه خرج شوية برى الإطار وممكن يبقى فيه عواقب للتصريحات أو الكلام اللي بيقوله لا يحمد عقباها زي ما بيقوله يمكن سامويل إيتو استغل البطولة كأنسب فرصة أنه هو يظهر نفسه كرئيس الاتحاد لأنه هو مسك رئيس الاتحاد قبل البطولة بفترة قليلة جدا فكانت البطولة بالنسبة له محفل كبير جدا أنه هو يظهر نفسه في منصبه الجديد وشوفنا تصريحاته رنننة من بداية البطولة لحد الوقت يمكن آخر تصريح لي حاول شوية تكلم عن الضحايا اللي كانوا موجودين في ملعب الأولمبي وقال أنه هم كان المنتخب يمكن بيبحث عن دوافع إضافية المنتخب الكاميروني بيبحث عن دوافع إضافية في البطولة فهاتوا البطولة دي للضحايا يمكن دي تصريح غريب شوية ليه أبعاد كده مش مفهومة من سامويل إيتو يعني أنه يمكن متاجرة شوية بالضحايا لكنه قال يتحمل مسئولية مع السلطات الكاميرونية للضحايا اللي راحوا في الملعب الأولمبي نتيجة التدافع فنتمنى المباراة تكون في الملعب فقط خصوصا أن تعيين بكاري جسامة كلنا تكلمنا عليه وحتى الاتحاد المصري احتاج بشكل رسمي على تعيين بكاري جسامة لأن بكاري جسامة من الحكام الأسكية جدا في قارة أفريقيا ولما بيجي حاكم مباراة بيبقى فيه كده شوية أبعاد تانية للمترشح اللي بيبقى جاي بيبقى عارف هو عايز يرشح مين وبكاري دايما أخطاقه ما بتبقاش أخطاق كبيرة فبتعد المباراة سواء مباراة ناية لأنهم أكثر فنان يعني فنان جدا في احتسام الأخطاق خبرة الرجل خبرة ما بيتخذش عليه أخطاق بالظبط ما بيتخذش عليه أخطاق يعني مثلا يحسب فاولات دايما للفريق اللي هو عايز يحسب له الفاولات مخالفات على حدود منطقة الجزاء لو فيه التحامات دايما بتبقى صالح فريق شفناه في مباراة الوداد للأهلي لو نفتكر كانت دايما للتحامات لصالح الوداد فهو حكم زكي جدا نتمنى الضغط يكون من الجهاز الفني على الحكم يكون من الجهاز الفني وكارلس كروش بيعمل ده كويس جدا شفناه ضد المغرب لما حسن الحكم اللي كان موجود الحكم السنغالي مائل شوية ناحية كافة المغرب شفنا كروش بيعترض من البداية على الحكم وده يمكن وطر الحكم شوية وبدأ يوزن الكفة فأتمنى الجهاز الفني بالبداية يضغط على بكار جسامة اللعبة تكون مركزة فقط في الملعب وفي الأمور التيكتيكية والفنية ويسيبوا الأمور التحكمية لو فيه ضغط عليهم للجهاز الفني قري منتخب الكاميرون ازاي نادر؟ منتخب الكاميرون بيمتلك عناصر قوية في وسط ملعبه والهجوم وتحديدا طبعا بنزنت أبو بكر هداف البطولة وباتريك مبوما الجديد زي ما هم بيطلقوا عليه هم طلع عمرهم فلو ديتهم بصراحة ما بيجلوش ما بيجلوش من أيام رجيميلة بصراحة يعني ميلة وإدتو وباتريك مبوما وطبعا مع الفارق بالمستوى أنا فاهل طبعا البنيان والقوة البدنية بتاعت أبو بكر نموذج لمهاجم الصندوق يعني نموذج لرأس الحرب الصريح دايما تلاقي كاميروني بصراحة يحصل مثلا في بعض الأوقات تلاقي طفرة هنا طفرة هنا ييجي دي 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 رجبة مش عارف فين ييجي مش عارف مين فين بس الكاميرون ولده بس الكاميرون ولده في الحتة دي بالذات عرغم دفعهم دايما مصائب يعني دايما بيدفعوا فطولة ضعفهم الدفاعية أبرز على صنج في 2008 طبعا طبعا كتر خير والله كريم الراجل بصراحة فمنتخب الكاميرون طبعا اتنين الهدفين بتوعهم اللي هما ما فيحدش سجل غيرهم توكو إيكمبي وفينسنت أبو بكر أبو بكر قبل البطولة دي أحمد كان لعب في أمم أفريقيا كلها ثمن ماشرات ما كانش سجل غير هدف واحد بس فالبطولة دي مفجر فيها هدف البطولة بيقدم مستوى مميز جدا دايما بيعتمد كونسيساو المدير الفني المنتخب الكاميرون على القرات الطويلة من المدفعين دايما ممكن في خلال الخمسة واربعين دي تلاقي خمسين كورة طويلة بتتلاقي في ظهر ادفاع منتخب مصر دايما الباك رايد تحديدا كولينز فاي دايما هو النحية الثانية نوه طوله شوية مش متحرر زي كولينز فاي كولينز فاي هيوقفه محمد صلاح كولينز فاي ده الباك اليمين بتاعه الباك اليمين هيوقفه عمر مرموش النحية الثانية نوه طوله هيبقى مشغول شوية محمد صلاح بس فكرة كلها ان كولينز فاي طبعا احنا شفنا أشرف حكيمي سيرجي قريت نين من أفضل باكات رايتس في العالم يلعب قدامه انتخب مصر ومشاء الله على فتوح الله أكبر عليه كان وكلهم يعني بس الفكرة كلها ان احنا كولينز فاي مش لعب متعدد الأدوار يعني مش زي دول دول بيروحوا شوية شايفين نفسوهم شوية بعد وسط الملعب بيحبوا يروحوا يروحوا على الجول يلموا يجيبوا جول شكله حلو لكن كولينز فاي الاعتماد الكلي من كونسساو عليه هو سواء هو أو ساموال جويت اللي في وسط الملعب الاتنين دول دايما بيعتمد من الكورة الطويلة منهم في قلب دفاع الخصم وده ان شاء الله بإذن الله يعني يكون عبد المنعم وآيمن أشرف أو الوينشا وآيان كان الاتنين اللي هيلعبوا عندنا بكرة يكونوا في حالتهم وان شاء الله ده ما يحصلش معنا طبعا طبعا فينسنت بونيانو مع سرعات أبو بكر في الارتداد لو شفنا الجول بتاع جزر القمر بغض النظر طبعا عن حارس المارم النوأ واللي حصل في المتش وكلام ده بس فكرة ان هو افتخاذ المدافع في ظاهره ازاي واستلم الكرة من غير المدافع ما يحاول يقرب منه وعرف يغطي صح على الكرة والحارب المرأة تتعامل مع اثنين مهاجبين تؤال كده ازاي تمنع عنهم مصادر يعني خليني اقول لك مثلا هنجلة ده مفترض انه اكتر اسستات اعتقد في المطور صح ده يمكن وهو معفا يمكن معفا فانت بترهن على واحد او على اثنين من اربعة محمود علاء مشاركش بعيد شوية عن المطشاط عبد المنعم اجاد جدا وقد مستوى رائع بس لسه صغير والخبرة بتاعته مش عالية قوي عندك محمود عندك ايمن اشرف وعندك الوينش بس الوينش برضو راجع من اصابة فبردو تشكيلة القلب الدفاع عندك فيها معادلة صعبة انا الرأي ان احنا منلعبش رقابة صريحة ورقابة صارمة يعني او لصيقها على الاثنين المهاجمين احنا نحاول بقدر الامكان زي ما انت تفضلت وقلت يا احمد ان احنا نوقف المد ليهم بحيث ان انت عندك اتنين اجناحة عمر مرموش نسق وتسعادي من بداية البطولة ما شاء الله بعد دور المجموعات عمل ماتش رائع قدامك الديفور يعيبوا بس شوية في احتفاظ بالكرة زيادة عن اللازم فوجود محمد صلاح وعمر مرموش في المكان ده هيفرق معنا بشكل كتير بشكل كبير على اللعبة اللي بتمدوه بجانب كمان واسط الملعب ان شاء الله يكونوا في حالتهم زي ما كانوا في الماتشين اللي فاتوا مع عودة حمدي فتحي هنحجم بشكل كبير واسط ملعب منتخب الكاميرو بس طبعا مش هضيف كتير على الكلام اللي قاله فاروق اهم حاجة ان الماتش يتلاعب جوال ما لعب بس والأهم من الكلام ده كله ان اللعبة نفسها تكون عارفة ومدركة ان هم مهما ان كان الحكم هيحاول يكون ضدهم هم يقدروا يكسبوا فما ينفعش ان هم يشتتون نفسهم من أول الموتش وما ينفعش ان احنا ننزل وانحنا متوترين وشايفين الحكم كده كده جاي علينا لا احنا لازم ننزل بقدر الامكان احنا ما كان الحكم مش موجود وبنلعب كورتنا ونلعب لعبنا احنا بقى وبما انحنا بنلعب لعبنا ايه من وجهة نظر فاروق عصام التشكيل الامسل والطريقة الامسل وانت بتلعب مع الكاميرون هل تتوقع نفس البدايات ونفس التغييرات ونفس الطريقة ولا الكاميرون ممكن او ماتش الكاميرون ممكن يكون في جديد بس خليني قبل ما اسمع اجابة فاروق هروح لاجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهاردة توقعاتكم لطرفي النهائي في بطولة او عفقة يوم الحد ان شاء الله محمود عبدالله بإذن الله مصر وبركينة ومصر تكسب يا سلام ده السيناريو يعني الامتع وان كنت الحقيقة انا كمان انا بجد يعني انا عارف انها تبقى موجهة صعبة ان شاء الله لو وصلنا النهائي انا نفسي السنغال يعني نفسي السنغال جدا لانه ده منافسنا في بطولة كاس العالم والمطش ده يعني مطش مهم جدا هيبقى بالنسبة لنا عندنا بعد كده نعيم جورج ان شاء الله مصر والسنغال نعيم معايا برضو رغم انه هيبقى نهائي ايه نهائي ناري بإذن الله مصر وهيبقى ممكن السنغال ده يوسف حسن ان شاء الله بإذن ربنا لو الحكم عادل المتحاد الأفريقي هدف انجاح البطولة فعلا انتواهم وحالم يا عزيزي محمد الهلالي وهدف انجاح البطولة فعلا وعدم اللعب خلف الكواليس هتكون مصر والسنغال في نهاي البطولة مصر وبوركينة فاسو ومصر ترجع بالكاسدة احمد زكريا مصر وبوركينة في ناس كتير متفقلة ببوركينة انا مشوفتش بوركينة قوي بصراحة يعني على مدار البطولة لكن الفريق اللي يوصل لغاية دور قبل النهاي في البطولة زي دي بالتأكيد فريق محترم جدا انا عرف انهم يمكن من نسختين ثلاثة كانوا الفين والتلاتاشر أو الفين والخمستاشر كانوا وسطوا ولعبوا نهائي امه افريقينة زبطوا ولعبونا في مصر النهائي ونحن نتغلب معليهم براكلات الترجيخ يعني المنتخب قوي جدا وهي تعب المنتخب السنغالي صحيح نكمل بقية التعليقات ده كان رأي احمد علاء لو التحكيم عادل هيكون الطرفين مصر والسنغال ده سعيد سعيد او سيد سيد يعني تنشهد دي يعني القرى الوحيدة اللي بنتكلم فيها عن التحكيم اكتر من الفنيات اه ومتلاقي هاش فاي حيطة نروح لعبدالله محمد بيقول ان شاء الله مصر والسنغال محمود ابو جريدا بوركينا فاسو ومصر ان شاء الله بوركينا فاسو واخدى كريدت عند المصريين هي كويس يعني السنغال ومصر ان شاء الله ده ابو ابو غزال ومحمد بان علي بيقول ان شاء الله بإذن الله مصر والسنغال. مصر والسنغال، à wen مصر ou بوركينايرا. لعم، مصر وبوركينايراية بروكينايراية. ها تكسب السنغال الله لا يا عمب. هي ما تكسبش السنغال، لكن منتخب السنغال كان في رقيب رعيض ضد غينية الإستوائل. أدى ان غينية الإستوائيا إتعدلت، luggage عادلة، وكانت المقاربة صعبة جدا له. فلو التعليد استمر ضد بوركينايراية وفاстр منتخب مختلف عن غير الإستوائل، ولو التعليد ده استمر من لعبة المنتخب السنغالي بوركين هتتقهب بوركين هتتقهب طيب أسألك سؤال اللي كنت بقوله قبل ما أشوفها رأيي النس إحنا هنلعب إزاي بكرة إحنا هنلعب إزاي ولا كيروش هنلعب إزاي لا إحنا هنلعب إزاي يعني إحنا مش ممكن الرجل يوصلنا للحتة دي وياخد الكردت لأنه خد جزء من الكردت برضه وصلح صورته بشكل كبير جدا هل تتوقع ممكن يغامر بكرة مغامرة من المغامرات غير المحسوبة؟ لا لا ما أعتقدش أنه ما مغامرش قبل كده فمش يجي يغامر في المرحلة دي فالتشكيل هيبقى متوقع يعني صبحي هيبقى موجود في حراسة المرمة طبعا نظرا للشناوي وابو جبل ممكن ما يكونوش متحين أو جهزين للمباراة في طبعا باك شمال الفتوح رغم أنه هو تعب جدا المباراتين اللي فاتوا وكان بيلعب عليه زي ما قال نادر اتنين من أفضل أفضل زهراء الجنب على مستوى العالم سواء سيرجيوري أو أشرف حكيمي قال بين الدفاع أتمنى أن تواجد الوينش ممكن أيمن جاهز والوينش مصوبة لكن تواجد الوينش مهم جدا عشان الكرات الهوائية لأن كولينز فاي الباك اليمين لمنتخب الكاميروني لو رجعنا الأهداف منتخب الكاميروني أو محاولاتهم على المرمى فهي غالبا من كولينز فاي عرضيات سواء لإي كامبي أو لأبو بكر تواجد الوينش في المباراة دي للتصدي للكرات الهوائية مهم جدا ومهم كمان أن فتوح يقابل كولينز فاي من قريب أو الجناح اللي موجود سواء مرموش أو تريز جي يقبلوه من قريب وما يدرش الفرصة أنه هو يرسل العرضية من الأساس ده مهم جدا في الجهة اليمنى طبعا موجود عمر كمال اللي قدر بيكتسب الخبرة وأعتقد دلوقتي أنه جاهز للمباراة وسط الملعب لو حمدي فتحي موجود فهو يبقى صمام الأمان قدام قلبين الدفاع ومهم جدا دور حمدي فتحي قدام لعيب اسمه جاملو لعيب يونج بويز في الكاميرون اللعيب ده بيلعب بيتواجد هو اللي بيحاول الخطة على الورق بتبقى 4-3-3 لكن هي بتتحول لأربعة اتنين بسبب جاملو اللي بيتواجد ما بين الخطوط وبيسيب إي كامبي وأبو بكر في خط الهجوم حمدي فتحي هيبقى عليه رقابة لصيقة مع جاملو في وسط الملعب طبعا السلية موجود وإنني والسلسي الأمامي لسابت مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح وإن كان ممكن تريزيجي يعني بعد المستوى اللي ظهر به يكون لي دور ويتواجد ما كان مرموش لأن مرموش برضو ديسة الأجوال الأفريقية بس الآن الوقت برضو تريزيجي ما تقدرش تحكم عليه أنه ياخد أساسي لأنه شوية برضو ياخد 60 دقيقة ويبقى تغير في شو تكين لكن لما ينزل تبديلة أعتقد والباك اليمين بتاع الكاميرون يبقى إلى حد ما ستونزل شوية يقدر تزيجي يظهر زي ما عملنا في المغرب أنا ده رأي يعني وإحنا ما يعني والخلاف الرأي لا يفسد للودة طيب خليني روح سريعا جدا على كلام فاروق بس على حمدي فتحي دور حمدي فتحي مهم جدا 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 أمام الكاميرون زي ما كان مهم جدا أمام منتخب كودفور حمدي فتحي وجوده مهم لأنه أنا وجهة نظر الشخصين أنه حمدي فتحي أفضل رقم 6 داخل قارة أفريقيا بالكامل مش بقول في مصر داخل قارة أفريقيا لاعب مميز جدا في قطع القراط مميز جدا في التخطية على الظاهرين مميز جدا في التواجد ما بين قلب الدفاع فاللي معاه حمدي فتحي زي ما بيقوله كده يمشي على المية صحيح طيب خلينا نروح لفينسنت يانسن هو هولندي دولي محترف في صفوف فريق مونتري المكسيكي وكان بالمناسبة كمان يعطلع نادر عارفه قال لي ده كان بيلعب في طهات الهام مظبوط كان بيلعب في طهات الهام عبل كده وبالتالي لعيب بالتأكيد إمكاناته كبيرة جدا حاليا هو بيلعب في صفوف مونتري وإحنا سألناه وقال لنا رأيه عن مشاركة مونتري في كاس العالم ورأيه عن فريق نادي الأهلي ومشاركته الأولى أو في المباراة الأولى اللي هتكون مواجهة بين الفرقتين خلينا نسمعه ونشوف قال إيه ونرجع لديوفنا نفتح ملف الأهلي ومونتري لقاء السبت في بداية مشوارنا في كاس العالم للآن رأيه عن سماع كابها لقد ألالي لديها جميلة لديها شميمون الأولى لديها بعض جميلة جميلة لذلك ايه من ضرورة جميلة ونحن نتعلقنا بخطى مجمعت من نفسنا أنا لا أقل بخط هناك من الماضي كما تخصرف كان كل موان Gaming ودموان على مدارة جميلة ذلك جميلة جميلة لذلك لذلك حاليا نعما جيدة نحن مستعدين ومستعدين لتأكيد من هذه المعارضة لنا المساعدة يستعد نفسنا من الأولى سنذهب إلى هنا في بعض الهاتف ونحن نستعدين ومستعدين ومستعدين أبداً بطريقة جيدة ونرى ما سيحدث نحن نرى أن كل كل الأشياء المرتبطة أكثر المهم كنت أقول لكم أن كل الناس يرى الأهلي بمشاركته في النسخة الأخيرة من كاس العالم ووصوله للمركز الثالث وحتحقه للبرونزية على حساب بلميراس مدية انطباع أنه الأهلي غير وبالتالي زي ما نرى ونحترم فريق موتري هما كمان زي ما فانسنت يانسن قال بيحترموا جداً نادي الأهلي ويحترموا جداً قدراته وإن شاء الله بإذن الله مباراة تكون في مصلحتنا أفاة نتجاتها في مصلحتنا إن شاء الله في بداية المشوار شايفين المواجهة دي إزاي؟ وناس كتير جداً الآن السنة على الرغم من السنة دي إحنا كنا مع بداية الموسم متفقلين جداً ومستنين جداً البطولة دي تيجي على الرغم من إحنا خلينا نتكلم برضو حطين إيدنا على قلبنا شوية نتيجة غياب عدد كبير من الأسماء في البطولة إحنا دلوقتي بنتكلم إن البطولة تحولت تماماً بالنسبة للعيبة النادي الأهلي لأن لو تكلمنا عن الدوافع اللي كانت موجودة قبل كده كانت مختلفة شوية وقلنا نخش البطولة دي الأهلي بينافس على المباراة النهائية وبينافس على اللقب لأنه خلاص حق إنجاز البرونزية لكن دلوقتي خلاص في ظل الظروف الحالية والتضحية لصالح منتخب مصر خلاص إحنا مش مطالبين من الجهاز الفاندي أو اللعيبة غير إنه هم يقدموا عرض قوي وأعتقد إن الدوافع بالنسبة لعيبة الأهلي في البطولة الحالية كبيرة جداً 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 خصوصاً إن التشكيلة اللي هتلعب أو اللعيبة اللي هتلعب كلها بتمتلك الحواد سواء لو اعتمد مستر موسيماني على اللعيبة الشباب فهم طبعاً بيمتلكوا الحماس تواجد للمرة الأولى في بطولة كبيرة زي كاس العلم اللندية أو اللعيبة الأساسية المتمرسة في النادي الأهلي أو في تشكيل النادي الأهلي اللعيبة اللي ما تضميتش للمنتخب هتحاول إن هي عندها لدافع تثبت جدرتها بالتواجد للمنتخب واللعيبة اللي كانت بتاخد فترات احتياطية هيبقى دلوقتي قدامهم الفرصة فالدوافع بالنسبة للنادي الأهلي كبيرة جداً خصوصاً إن الدغوطات خلاص اللعيبة متحررة شوية من الدغوطات لإن الجماهير عارفة كويسة الظروف الحالية وما بتطلبش اللعيبة غير بعرض جيد فأعتقد إن النادي الأهلي كمان دفع مهم جداً ضد مونتريه إن مونتريه قبل كده كسب النادي الأهلي مرتين وفرصة جيدة إن إحنا يبقى فيه سقر شوية ويمكن مستر موسيماني بيحب دايماً لقات اللي بقى فيها السقرية دي هو تكلم عن الهزائم السابقة فهيبقى بالنسبة له إنجاز التغلب على مونتريه يقدر يتفوق عليهم خصوصاً إن الموجات السابقة كانت صالح مونتريه أهلي مونتريه كويس يا نادر هو مونتريه بفريق شوية شايف إن الأجنح عنده خطيرة جداً بس طبعاً هيفرق معنا إصابة اللعب في فارجاز بالرباط الصليبي من شهر فده هو اللعب من الأهم اللعيبة اللي عندهم بس عندهم فونسي موري اللي هو المهاجم بتاعهم ده كان متقلق جداً في بطولة 2019 اللي كانت في قاتر كاسل عالم اللي لعبوا فيها ليفر بول عندهم خبرات عندهم هكترو مورينو نجم من نجوم منتخب المكسيك ومشتروا صفقات أو عملوا صفقات قبل مشاركة في كاسل عالم؟ ما اعتقدش لأ مشتروش لعيبة في يناير المعظم لعيبة كمان اللي كانت موجودة عندهم دلوقتي فيه كمان إشاعة طالعة للفترة اللي فاتت علشان مش عارف يعني سبب زهور الإشاعة دي علشان الغايبات اللي عند الأهلي فبيتقال إن منتري عنده 11 لعب غايب ودي مش حقيقة هو لعب واحد اللي عنده روباط الصليبي باقي اللعيبة دي هتلعب مع منتخبات بلدها منهم لعيبة لعبة مبارح في مبارات كولومبيا والأرجنتين من المنتخبين وهيلعبوا النهاردة لعبة من منتخب المكسيك وأول مبارح كان لعبة مع منتخب تشيلي بس خد بالك أنت عندك حكتين نقطتين مهمين جداً أولاً مطش المكسيك يبقى الساعة 5 فجر الخميس بتاعنا فجر الخميس النهاردة بالليل اللي هو النهاردة بالليل يبقى بكرة الصبح عندنا المسافة مسافة رحلة الصفر والتوقيت فرق التوقيت ساعة البقى جاية بالتأكيد هيكل لها تأثير عشان تطلب من اللعيب يبقى بيلعب دولي في مباراة زي مطش مكسيك وبانما ويسافر المسافة دي كلها واختلاف التوقيت ويلعب مطش يوم المساكت برضو بس الفكرة كلها ان المكسيك صعدت فاحنا بنتكلم في نقطة نلعب ممكن نتلعبش اه طبعاً السعال بيلوجيه طبعاً طبعاً هتأثر بشكل كبير بس طبعاً مش هنقارن الغيابات في الاهلي بالغيابات في المنترية انا بتكلم بس في نقطة ان الناس اللي قالت الـ 11 لعب غيب ده مش حقيق بس هم فريق محترم هي انا اعتقد ان نقطة الضعف اللي تكون عنده يعني احنا نتكلم على قيمة السوقية كبيرة جداً صفقات وانتدابات لسه باعتقد كمان اخر واحدة من اخر صفقات ومشتره حاليس مارمى من بوكا جونيورز عندهم لعيبة يعني دولية كثير جداً سواء في منتخب مكسيك منتخب كولومبيا منتخب ارجنتين منتخب هولندا يعتبروا اعلى قيمة السوقية في الدولي المكسيكي تفسر بايه ده كله في كفة وانهم السنة دي مركز تاسع في الدولي المكسيكي هل ده ليه انديكيش او يعني ليه دلالة معينة بس هم كان فيه التصريحات الاجيري مؤخراً بيتكلم عن ضغط المباريات ممكن يكون ده سبب في ان تأخرهم في الدوري المكسيكي هو سبب ضغط المباريات اللي كانت موجودة عندهم والفترة اللي فاتت كان فيه بيلعبه في اكتر من جهة وفي خلال شهر تقريباً شهر ديسمبر او شهر نوفمبر اللي عجوا حوالي سبع ماشرات في شهر واحد فده ممكن يكون اثر عليهم بشكل كبير وده ده 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 حاجة موجودة في قرات القدم بشكل كبير والذي بصمات خفير اجير يا فاروق طبعاً انا كنت عايز اتكلم على اجيري ده لسه ولكن ده نقطة الضعف الوحيدة فيه اجيري عنده مشكل وموجودة في منتريه لحد الوقت المساحات كبيرة جداً لازم مستر موسماني اعتقد ان المحلل الأداء اللي موجودين في الجهاز الفن النادي الاهلي على دراية تم بصغرات منتريه لأهمها المساحات لانه بيلعب بدفع متقدم دايماً لو احنا ادنا لهم الكورة وبقت معاهم واحنا الضغط عندنا بقامت بريس اللي هو الضغط المتوسط وقدرنا نخطف الكورة في وسط الملعب هيبقى عندنا مساحات كبيرة جداً في التحولات الهجومية وعندنا طبعاً اللعبة اللي بتمتاز بالسرعة كتير في النادي الاهلي وكمان اللعبة اللي بتقدر تعمل اللونج بوس بشكل كويس سواء أفشا أو سواء مع عبدالقادر فأجيري لسه الحد الوقت يبقى أخطاقه بمشاكله اللي موجودة من منتخب مصر وقبل كده معتليتكم مدريد وقبل كده في مسيرته كلها فأجيري هو بيمثل صغرة لمونتريه ويمكن.. يعني موسماني في موجة أجيري أفضلية الموسماني أفضلية الموسماني لو موسماني معاه لتشكيل الأساسي كانت الأفضلية للأهلي كانت كلامنا الوقت يختلف تماماً كلمنا أن الأهلي هو اللي دخل المباراة وكعبه أعلى على مونتريه لكن طبعاً الظروف الحالية بس أعتقد أعتقد موسماني مجهز لمونتريه بشكل كويس جداً وتجاربه اللي فاتت دي هنشوف حاجات جديدة في المباراة محتار في التشكيل؟ طبعاً مين مش محتار في التشكيل؟ التشكيل بالنسبة لي طبعاً وبالنسبة حتى للجهاز الفني أعتقد أنه كان فيه تفكير كبير جداً في التشكيل لكن أعتقد فيه أسماء هتبقى موجودة وهتتواجد ما خدتش قال فرصة في المباراة كتير فترة اللي فاتت لكن تواجدها بشكل أساسي شيء مهم جداً طبعاً أتكلم على لعبة دولية زي محمد مجدي أفشا ولعب صعد لأ حطيني التشكيل من وراء لقدام بقى صعبة بس خلينا نتكلم أن علي لطفي حاجز مكانه كحارس مرمى محمد هاني في المركز الزهير الأيمن ألبين دفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة الباك الزهير الأيصر أعتقد محمد أشرف زهير أيصر أثبت وجوده بشكل كويس جداً وأتمنى أنه ياخد الفرصة ويتواجد في المباراة دي يمكن محمود محيد موجود ولكن أعتقد أن محمد أشرف معلول معلول رجع صح وممكن يتواجد بس خلاني نتكلم أن معلول حتى في طولة الأمم المدنية بس برضو يعني خبرة وإمكانيات أعتقد معلول أقرب يعني ديانج موجود في وسط الملعب ممكن يتواجد معي عمار معلول أهو قدامك على الشاشة بيرد عليك جاهز أتمنى يكون بدنياً جاهز للتواجد لأنه كان عنده أصابة حتى في مباراة تونس الأخيرة تواجد في الشوت الثاني ولو هو جاهز بدنياً طبعاً الأفضلية للمعلول لكن الاحتياط بتاعه محمد أشرف يعني في وسط الملعب اللي بنتكلم في ديانج بشكل أساسي لأنه ما أرهقش في بطولة الأمم ما كانت متواجدت بشكل أساسي خالص في أولا مباراة مع المتواجد قريبة بصراحة لأنه عندهم في وسط الملعب أسماء كبيرة جداً في الدورة الإنجليزية بسهومة عندهم ملعب بس تقريباً مالي أقوية جداً في وسط الملعب منتخب مالي فديانج ما تواجدتش في يبقى متواجد على فكرة ديانج يلعب جداً متاح في أي نادي في الدورة الإنجليزية دي حقيقي يعني ديانج الحقيقي على عيب يعني مع لهوش طبعاً أتمنى بقى أنديت أوروبا يعني تغض النظر عن ديانج فديانج يبقى موجود وأتمنى عماري يبقى موجود معه في وسط الملعب وتواجد عبدالقادر وقفشة وحسين الشحات وراس الحرب بقى الموجود هو نشوف مستر مسماني مجهز لإيه لكن أعتقد من الأسماء الموجودة هو طاهر اللي ممكن يبقى موجود في مركز السعر عظيم جداً كل التوفير لرجالتنا الحافظ والدافع يعني يمكن نجوم كتير جداً في النادي الأهلي سواء من الشباب اللي طالعين ولفتوا الأنظار ليهم في بطولة كسر ربطة أو من النجوم اللي لم يتم استدعائهم للمنتخب الوطني هم بالمناسبة دوليين وعندهم خبرة دولية كبيرة أو حتى نجوم النادي الأهلي اللي لم يتم استدعائهم أو مشاركتهم مع منتخب مصر كلهم الحقيقة وجدوا الفرصة بين يوم وليلة لقوا فرصة متاحة قدامهم للمشاركة في أهم وأكبر بطولة بتنتظرها جماهير الأهلي من السنة للسنة وبالتالي الفرصة دي ممكن تكون الحافظ والدافع سواء عند الشباب الصغير أو عند النجوم الكبار إنهم إن شاء الله بروح الفرنيلة الحمرة يقدموا مفاجع يوم السبت لجمهور النادي الأهلي وتجاوزوا عقبة منتري ولي كل حادث حديث ذا ما بيقولوا وبعد كده بقى نتكلم وبعد كده الدوليين إن شاء الله ينضموا البعث النادي الأهلي ويبقى لينا مشوار تاني ومختلف في بطولة كاسر عالم للأندية بشكر حضراتكم على المتابعة كل التوفيق لنجمنا إن شاء الله بكرة قدام الكاميرون وكل التوفيق لنجمنا إن شاء الله يوم السبت قدام مونتري ونسيبكم ونختم حلقتنا مع لقاء أجرينا في السادسة مع السفير الإنجليزي جارث بيلي في القاهرة عن موضوعات كتيرة جدا عن منتخب مصر وعن نجوم مصر المحترفين في إنجلترا وأهمهم طبعا وأبرزهم محمد صلاح حسبكم مع السفير الإنجليزي جارث بيلي هنشوف قال إيه ونشوف حضراتكم ومقابلكم على كل خير إن شاء الله في السادسة الإسبوع اللي جاي شرف لك أي سفير بيحترق على القادة الأهلي يعني مش حاجة بسيطة خالص وتشرفنا شكرا هل فيه حد مش مبهور من مو صلاح مو صلاح الملك المصري أنا أعتبر مو صلاح كسفير بين بريطانيا وإنجلترا وبرضو يعني هو سفير مش بس للكرد القدم هو سفير للإسلام وأحنا أنا شايف الراجل ده على الملعب هو يعني عنده مهارات عظيمة هو المشجعين والمعجبين به بيقلدوا السجود بتاعه وهو يعني ده بيقسب بيأخد قول دام يعني هو نموذج نموذج الإسلام نموذج للشباب وبالإضافة لذلك فوق الكل هو الجسر الثقافي ورياضي ما بين بريطانيا وبين مصر ففيه طبعا محمد الماني فيه برضو يعني ترزجيه فالنتيجة هنا أن أظن على حسب الإحصاءات الأخيرة أظن أن الدور الإنجليزي يعني الجمهور المصري يعتبر من أكبر المشجعي ومع الجبيل الدور الإنجليزي فهذا طبعا بيساعد أي سفير بريطاني لما نفكر فيه البريمير ليك ونفكر فيه العبادول المصريين على الملائب ومثل ما قلت يعني نمازج للشباب نمازج للثقافة نمازج للإعلاقات بين البلدين النتيجة سحلة جدا يعني الجمهور المصري كل يوم سبت بيتفرقوا على البريمير ليك فالحمد لله المفروض بس أنا سفير بريطاني فهذا فيه برضو يعني داس هيبقى فيه داس تانيين بيقولوا لأ بس أنا شخصيا اعتبر هو أفضل لائب مش بس في الدور الإنجليزي بس في العالم بشكل أعمل إذا ممكن نبلغ الموضوع معلش بس الراجل يعني ساحر واذا فيه عندنا ساحر زي دا وهو لسه شاب يعني هل هناك أفضل من مصلاح على حسب انتباع الجمهور المصري لا أبدا وهو كسب برضو يعني لقبات رسمية أفضل لائب في أفريقيا مثلا وثالث أفضل لائب عند الفيفا فدي يعني لقبات رسمية وتوثيق لمنصب مصلاحك الملك المصري وملك الكرة القدم أي فيه ناس بتسأل عن الإمكانية أعتقد الإمكانية ومش احتمال أن مصلاحة طبعا يدور على فرص مختلفة مع أندية مع دوادي زي ريال مادريد برسلونا طبعا طبية الهال السفير الإسباني هيكون منصود جدا وهو صحبي وأحترم بإسبانيا طبعا بس بالنهاية يعني أنا ما بتصورش أنه فيه دوري أكثر مثير يعني ما فيش مقارنة منافسة لدوري الإنجليزي وبرضو يعني أنا أعتبر مصلاح كجز لا يتجزع عن نادي ليبربول فطبعا إجا بيدور على إمكانيات مختلفة في المستقبل الرجل حر جدا والشعب البريطاني ممنونين جدا بس فيه نوع من الحب عند الشعب البريطاني والشعب الإنجليزي بالذات تياح مصلاح فإن شاء الله هيبقى معنا ممكن نكلم بالأحلي وفي عندي حكاية أنا كنت هائد في بديدة أكسفورد في إنجلترا لديسمبر ليس لديسمبر اللي فات اللي قبل وأحلي كان في الماتش دود كايزر تشيفس وكسب ثلاث أهداف مقابل سفر زيرو وأنا كنت تفرج على الماتش مع صحبي هشام هشام هو إذا هشام موجود تفرج على الجانل أحلى هشام إزاي حضرتك إزاي إديدة أهلي بيكسب على طول وهو الآه ده المرة العاشرة اللي يكسب بال شو اسمها الكهف كسب الأفريقية المرة العاشرة يعني نادي واحد بس ده مش معقول يعني في منافسة للأهلي في أي نادي طبعا احترم بالزمالك بس في منافسة للأهلي في أفريقيا أكيد لا يعني أهلي في صنف لوحده أهلي طبعا آخر مرة لقب في المونديال يعني كسب بالدورة الثالث يعني المرتبة الثالث فطبعا أهلي يعتبر كنادي خطير جدا وقادر جدا ولذلك يعني تشالسي نعتبر برضو يعني تشالسي قسبت البريمير ليج ست مرات وبرضو تمانية أعزون تمانية جوائز في أوروبا فأتطلق لمنافسة ماتش مباشر بين الاثنين في الفاينل وفي الآخر أنا في عندي اعتراف أنا سكوتلندي جنسية فالسكوتلندين بيشجقوا أكثر النوادي في سكوتلندا مثلا أنا مسكوت رائسي أبردين وابردين مش يعتبر كنادي من المرتبة الأولى بس الأمر بسهل لأنه أنا إذا أختار بين جلسي وبين أهلي طبعا أختار أهلي لسبب لسبب لكوني كسافية بريطاني لمصر وأنا أحب جلسي بس ما فيش علاقات هنينة بيني وبين جلسي فالرسالة للأحلي بتوفيق في المونديال الأندية وإن شاء الله نادي الأحلي هي يوجه جلسي في الفاينل وبتوفيق للأحلي في الفاينل الرسالة للمنتخب المصري طبعا ممكن أهم وهي بتوفيق مصر أنا شوفت المتش بتاع المنتخب المصري الدود المغرب من يومين وأنا شوفت نوع من الروح والتصميم مصممين اللعيبة مصممين للفوز للكسب كان هناك نوع من الإصرار للكسب وكان هناك شراكة ما بين فيلا تريزيجي وبينيبر بول وصلاح في الجول ده العظيم دود المغرب فحتى لو الإمكانية سعبة جدا وكاميرون يلعب في كاميرون وسط جمهورهم في نهاية توقع أن المنتخب المصري سينتصر إن شاء الله الانتصار وباليمان فبتوفيق مصر وتطلق إلى الفاينل وتطلق إلى الوقت أن مصر ترفع الكأس في أيديهم وتستولى منصب المستحق إليهم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر